السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الفيديو سننشأ النافذة تحتوي على buttons إذا سنرى كيف نكتب برنامج يمكن من إنشاء واجهة تحتوي على أزرار. إذا قمت بإنشاء class تحتوي على الميل method قمت بimport لjavax.swing.jma لإستدعاء اللي حنستعملها في هذا البرنامج ثم سننشأ class وسميها frame with button إذا هذا code اقتراح لكم بإمكانكم أن تكتبوا code مختلف يوصل لنفس النتيجة أنا أقترح عليكم هذا الكود إذن extends gframe عشان نصير هذه الكلاس سترث من كل ما موجود في gframe تصير تعتبر أيضا gframe ثم سنشأ constructor public frame with button بين قوسين سأضع string ومثل العنوان string title أصدق السوبر constructor بين قوسين أضع title ثم أحدد حجم النافذة size حقها إذن this dot set size بين قوسين سأكتب 500 500 عشان تكون نافذة كبيرة نوعا ما الآن سأضيف buttons لهذه النافذة كيف سأضيف لها buttons سأقوم قابل كل شيء بإنشاء buttons g button b1 يسوي new g button بين قوسين أضع b1 مثلا عنوان button تلاحظون أني استعملت constructor g button هذا الـ constructor يأخذ بين قوسين عنوان button هناك العديد من constructors إذن قمت بإستعمال هذا الـ constructor ثم سأنشأ button ثاني إذن b2 يسوي new g button هذه المرة سأستعمل constructor آخر بين قوسين لم أحدد أي شيء سأحدد title لـ button 2 باستدعاء Della setText إذن setText تقوم بتحديد title هنا يكون مثلا b2 أو button 2 سأنشأ button ثالث b3 وسأقوم بإضافة هذه البطن لنفذة قبل أن أضيف البطن للنفذة يجب أن أحدد أقول للكمبيوتر كيف سيرصف هذه البطن الوحدة التلوى الأخرى أو في عمود واحد أو في سطر واحد إلى غير ذلك إذن كيف أقول للكمبيوتر كيف يرصف هذه البطن سأكتب this أستدعي Della setLayout 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 ستقل للنفذة كيف سيقع ترصيف البطن إذن هنا سأكتب new flowLayout setLayout إذن هذا يعني أن البطن سيقع ترصيفها الواحد تلوى الآخر هناك خطأ هنا يقول للكمبيوتر أنه يجب أن نسوي import لflowLayout سأقوم بإمبورت إذن قمت إمبورت لهذه الكلاس سأضع هنا نجمة عشان ما يطلب مني استعمل كلاس أخرى سأستعمل كلاس أخرى موجودة في هذا الباكيج ثم أقوم بإضافة هذه البطن للنفذة إذن النافذة هي this طبعا لأنه أذكر أن هذه الكلاس سأقوم بإضافة يعني this حيكون يمثل النافذة this.add b1 this.add b2 b3 b2 b3 أخيرا أقول أن النافذة ستكون visible لذلك سأضع this.set visible بين قوسين true إذن هذه الكلاس تحتوي على ال constructor الذي يقوم بإنشاء النافذة حجمها 500-500 أنشأ 3 buttons وأضافهم للنافذة أقوم الآن في المين أقوم بإنشاء النافذة إذن new window with button بين قوسين أحدد العنوان النافذة window 1 هناك ليس window with button لكن frame with window with button frame with window ونفذ هذا البرنامج أتحصل على هذه النافذة التي تحتوي على 3 buttons بما أني استعملت بما أني استعملت flow layout وضع الكمبيوتر buttons الواحد ترواه الآخر حسب حجم النافذة يمكن يتغير ترصيف buttons لكن يمكن أن أقول الكمبيوتر أن يضع هذه البوتون بطريقة أخرى في عمود واحد مثلاً أو في سطر واحد لن أستعمل هنا flow layout سأستعمل دلة أخرى grid layout ستكون matrix grid play out وبين قوسين أحدد في هذه الماتريكس كم عندي من صف وكم عندي من عمود لو أضعت هنا 1 ثلاثة يصير عندي إذن 3 buttons موجودين في سطر واحد الواحد بعد الاخر حتى ولو أغير حجم النافذة حتى ولو أغير حجم النافذة سيبقى الترتيب نفسه button الأول button الثاني button الثالث لو أردت أن أرصفهم في عمود واحد إذن أغير أغير هنا أقول عندي ثلاثة أسطر وعمود واحد النتيجة ستكون مختلفة يصير عندي ثلاثة buttons الأول ثم تحت الثاني وتحت الثالث هناك العديد من الدوال الموجودة في G button وبإمكانكم أن تحاولوا تغيروا في الواجهة مثلا سأقول أن B1 سأغير لونه set background بين قوسين سأضع color.blue مثلا ونفذ البرنامج أتحصل على البطن الأولى اللي صار لونه أزرق بإمكاني أيضا أن أجعل البطن locked يعني ما أستطيع أن أضغط عليه باستعمال b3.set enabled بين قوسين بين قوسين false إذن عندما ونفذ البرنامج التحصل على B1 باللون الأزرق B2 عادي لم يتغير والB3 لا أستطيع أن أضغط عليه لأنني سويت له locked enabled إذن هذا مثال بسيط كيف ننشأ نافذة تحتوي على البطن بإمكانكم أن تغيروا البرنامج تضيفوا عليه أشياء لكي تصبح برنامج متطور أكثر ترجمة نانسي قنقر